هل يا عفوا ما حكم التسبيح باليد اليسرى لا مانع والحديث الذي فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح وردعت له روايات كان يعقد التسبيح ويعقد التسبيح بيده ويعقد التسبيح بيمينه الأظهر كان يعقد التسبيح وهذا العقد لضبط الأعداد يقول سبحان الله 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 لضبط الأعداد لضبط الأعداد زيادة اليمنى كان يعقد التسبيح بيمينه ضعيفة شهزة فمن ثم التسبيح جائز على الأصابع والسبحة وعلى كل شيء من هذا القاضي ضبط العدد أما حديث أقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات فضعيف ورواة يأخذ تسبح بيمينه لفظة اليمين شاذة والله أعلم